السلام عليكم. سؤال جي كثير فنجاوب عليه مرة واحدة. ايه ازاي يقدم محتوى يكون قوي وينتشر ويوصل الناس بسرعة ويسمع. حلوة كلمة تسمع دي. اول حاجة تكون الحاجة دي انت بتحبها. يعني اختار الحاجة اللي انت تحبها. يعني ممكن تكون انت شايف مثلا الارباح او الشهرة او كذا بتيجف في حاجة معينة. بس انت بتحب حاجة معينة. ما تعودش تشتغل في حاجة انت متحبهاش. لمجرد انها بتسمع. لازم توزن بين الامور. تمام? وتفضل حاجة اللي انت تحبها. لان دي اللي انت تبدأ فيها. يعني في واحد عمل فيديوهات وانتشرت وسماعت وجدت ناس تعمل دعاية عنده وفلوس وكل حاجة. وهو بيكلم عن كرة البسبر. تمام? لا جمهوري اتجاه معه على الحاجة دي. في واحد عمل فيديوهات للطبخ مثلا. تمام? وانتشرت. كان بيقدم حاجة غريبة وانتشرت. في حد مثلا كان بيعمل فيديوهات عن الفيديو جيمس. يعني ومجرد بس بيجيب اللعبة ويشغلها ويوري للناس وبيلعب اللعبة دي ازاي. وباسلوبه الطريفه وبتاعه في حق اكبر ارباح على اليوتيوب. قناة بتاعته هي اكبر قناة مشاهدة على اليوتيوب. تمام? انا عن نفسي ما احبش الجيمس اوي. تمام? ما عندش اي ولا اللعبة على الجهاز بتاعي. الا لو جاي مع الويندس. تمام? وجدت لمرة شغلانة قبل ما اتخرج تعالى الشغل في سايبر بتاع جيمس. وانطلوب منك بس ان انت تبعار في الجيمس كلها وبتعطي لعباته اليوم. بقاش لحده قدام حاجة في اي لعبة تقدر تجاوب على السابة بتاعته. طب انا ما محبش اللعبة اللعب ديت. وبعد ما قنوق وعود الشغل في لعبة ما محباش. يعني انت لو ديتني برنامج هندسة الشغل عليه. هكون مستمتع اكتر بكتير جدا من لما تديني لعبة الجيمس اللعب عليها. انا بقالي سنين ما لعبتش. فالفكرة انت تدهر على حاجة في فوتوشوب النهاردة. تعمل لنا فيديو وانت مش عارف راسك بالرجليك. ساعد فعلا الناس بتشرح شرح بعض اتحك. لان هو يعني ما محب مسلا جاي على اهم حاجة في البرنامج. القائمة دي هو اسم تعلمهاش. اي القائمة ده مش عارف جاي لازمت ايه ولا محصوظة غلط ولا ايه. يا عم ده قايمة كاملة اكيد في الاوامر دي لها لازمة مع الشغل مع شغل الادفانس دي يعني. الحاجة اللي بعد كده انت تقدم محتوى محدش اقدامه قبل كده. او لحد اقدامه اقدامه بحاجة تانية. يعني انا مسلا بدات شرح في الريفت كان الكلام ده مسلا من تسع سنين مسلا. ما كانش حد شرحه في الفيديوهات انت نشرت. فكل اللي بيجي بعد كده بيشرح ريفت 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 ريفت. دور على حاجة اتميزك عني. ما فيش مشكلة ان انت تشرح الريفت بس باسلوب تاني. يعني مسلا شرحته بحاجة معينة انت فكر ازاي تشرحه بطريقة مختلفة. فكر ازاي تعمله بطريقة احسن مني. فكر ان انت تشرح برنامج تاني. يعني فيه ستمائة برنامج اشرح برنامج تاني. اشرح برنامج مختلف. انا في مرة شرحت برنامج كان حد تشرحه قبل ايه. تمام? واتصلت بيوه استأذنت ان انا اشرح البرنامج. ووافق قال لي معنا بش بش يعني مشان انا لمختارني الحاجة. رحت معتمد عليه جزئيا واعتمدت على برنامج تانية. وبدأت اه اجمع المعلومات. تمام? وبدأت افكر هو شرحه بطريقة معينة. طب انا ممكن اشرحها ازاي بطريقة افضل. واسلوب افضل. وبان انا مثلا. يعني ممكن مسلا ان يكون هو شرحة كبيرة فانت ممكن تروح ملخصها مثلا. واحد مثلا تشرح كتاب. انت ممكن تلخصه. او ممكن هو عمل حاجة ملخصة تروح انت ايه شرحها بالتفصيل. فبقى فيه فيديو بتاعك انت مخصوص. وناس يجالك مخصوص. يعني الفكرة في كده. ان انت بيتميز نفسك بحاجة. فانا عملت الفيديو هو شافها وبعت لي شكرني وقال لي انت اعدى انت بسطوب مختلف. وقدمت فهم معنوات مكادش موجودة في الفيديو. فالاتنين بيكملوا بعض. تمام? فهي دي الفكرة انت بتلعب على على حاجة زكية وبتلعب تختار بتبدأ تخطط كده. طب انا اشرح ازاي. طب انا ممكن اعملها ازاي. طب انا ممكن مسلا اخليها سيلة واجابة. او اخليها مسلا منقشة مشروع. او انا هعمل فيديوهات مسلا. ازاي زاكر? ازاي اتفوق? ازاي حاجات مسلا اشرح برنامج عند اسم حد شرحه قبل كده. او حد شرحه بس باسلوب اه شويق شوية. ممكن مسلا نستخدم برنامج افتر افكت مسلا فيه فيبقى في ايه? مغسرات تخلي الناس تستمتع ويبتتفرج. وهكذا يعني حاول تخطط للحاجة قبل ما تعملها ويكون حاجة انت مستمتع بيها. بحيث حتى لو ما شرطش او ما 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 حققتلكش حاجة او او او. ما يكونش ببهدك روح اه تكون انت مستمتع في الفترة اللي انت عملتش روح في ها ديات.